قبل البداية ما تنساش الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة باش توصلك آخر الأخبار إليكم مشاهدينا أهم معناوين أخبار اليوم الملك يهنئ الرئيس السينيغالي بفوز بلاده بكأس إفريقيا للأمم حكيم زياش يصدم المغرب ويغلق باب العودة للمنتخب المغربي نجم المنتخب السينيغالي الصديومان يفاجئ عائلة الطفل الراحل ريان والآن إلى التفاصيل ولكن من قبل ما تنساش تدير جيميل الفيديو وتتارك في القناة وتفعل زر الجرس باش تكون أول واحد كتوصل بجديد أخبار بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى فخامة رئيس جمهورية السينيغال ماكي صال وذلك بمناسبة فوز منتخب بلاده بكأس أمم أفريقيا لكرة القدامة في دورتها الثالثة والثلاثون ومما جاء في البرقية يسعدني أن أعبر لكم وكذلك كافة أفراد الشعب السينيغالي عن تهانية الحر على الفوز الكبير الذي حققه المنتخب الوطني السينيغالي خلال المباراة النهائية للدورة الثالثة والثلاثون من بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدامة التي أقيمت في الكاميرون وأشد الملك في هذه البرقية بأصود السينيغال الذين تمكنوا بفضل حزمهم ومتابرتهم والطابع النوعي للعبهم من الضفر بكأس أمم أفريقيا وتسطير صفحة بطولية في تاريخ كرة القدامة السينيغالية وهو ما شكل مصدر السعادة لمجموع الشعب السينيغالي أعلن الدولي المغربي حكيم زياش نجم تشيلسي الإنجليزية عدم عودته لتمثيل المنتخب الوطني مرة أخرى وقال زياش في تصريحة لقناة أبو ضبر رياضي على هامش استعدادة تشيلسي لملاقة الهيلة السعودية في كأس العالم للأنديا لقد اتخذت قرار نهائي ولن أعود للمنتخب المغربي وأشعر بالحزن بكل تأكيد ولكن تركيز الكامل الآن مع تشيلسي وأضاف الأمور باتت محسومة بالنسبة لي أحترم قرار المدرب بإبعادي لكن في نهاية المطاف أنا أعرف كيف تدار الأمور في المنتخب وأتم أتفهم الغضب الذي سيشعر به المغرب تجاه هذا القرار وأنا متأسف عن ذلك لكن الوضعية ستكون هكذا حاليا وغاب حكيم زياش عن نهاية كأس إفريقيا لأسباب انضباطية بعدما أبعده المدرب وحيد خلال الزيتش والذي خرج في الندو الصعفي الأخير ليؤكد رفضه للسداء نجم تشيلسي في قادم المناسبات كشف الدولة السينيغالي ونجم لبيربول الإنجليزي صديوماني في تصريحة لها عقب التتوجيب لقب الكار على حساب المنتخب المصري بعد الفوز عليه بركلة الترجيح كشف عن إهدائه لقب الكار للطفل ريان وأكد المهاجم صديوماني قائلا هذا اللقب الذي حققناه اليوم أهديه لعائلة الطفل ريان حيث كنت متتبع لحالتي الصحية كثيرا وبعد سماع خبر وفاتها حزنا أنا وجميع لعب المنتخب الأول عند تواجدنا بالفندق بدولة الكاميرون وتويج المنتخب السينيغالي لكورس القدم بلقب كأس أمم أفريقية الكاميرون 2021 على حساب نظره المصري بعد احتكام المباراة لضربة الترجيح التي ابتسمت لأصدقاء ورفاق صديوماني كما رفع مشجع منتخب مصر لافتة تعزي الشعب المغربي في وفاة الطفل ريان كتب عليها تعزية للشعب المغربي وداعا ريان وشهدت مباراة مصر والسينيغال في نهاية كأس أمم أفريقي قبل انطلاقها وقوف المنتخبين والجمهور الحاضر للمباراة دقيقة صمت ترحمن على روح الطفل ريان